بجع الموت تمتلك الطيور الجارحة منقارا حادا من أجل الإنقضاض على فرائسها وهو ما يميز نوعا عن آخر في الاصطياد ويوجد أنواع كثيرة من الطيور الجارحة التي تعمل على تقوية منقارها من حين لآخر وذلك لتقوية مهاراتها في الاصطياد ويعتبر جميع الطيور الجارحة في شق ومنقار بجع الموت في شق آخر فهو الأقوى بين الطيور لامتلاكه ميزة في منقاره وهي عبارة عن امتداد لأسفل من أجل إضافة ميزة في الاصطياد بجع الموت يعتبر سالس أكبر منقار بين الطيور الجارحة ولكنه يعد أقوى من حيث الانقضاض فهو يعيش في ظروف بيئية مختلفة وفي مناطق عدة من السودان وحتى دولة زنبيا فهو يحتاج إلى الكثير من الرعاية حتى بلوغه سن السلاسة السنوات فهو لا يستضيع الشرب أو تناول الطعام حتى تلك المدة سرعان ما يبلغ عامه السالس ويبتمل بنيانه بالكامل فهو يمتلك جناح يصل حتى ثلاثة أمتار ويبلغ طوله حتى متر ونص وفقا لتقارير نشرة صحيفة سكاي نيوز سردت من خلالها بعض التفاصيل الخاصة في حياة بجع الموت الذي يمتلك الكثير من الحقد بداخله اتجاه فصيلة الزكور فيعتدي على شقيقه من نفس الفصيل حتى انجح أحدهم في رفع شعار البقاء للأقوى وسرعان ما ينحاز الآخرين من جنسه إلى الأقوى تاركين الضعيف للموت بجانب من قاره الضخم فهو يمتلك صوت يشبه صوت المدفع الرشاش وهو ما يستخدمه لإرهاب الكثير من الحيوانات قبل الانقضاض عليها فهو يأكل جميع الحيوانات حول المستنقعات حتى صغير التمساح يحتاج بجع الموت إلى العزلة بشكل كبير في حياته فهو لا يعيش في فصيل بشكل مستمر إلا في حالات التزاوج التي يعد مجبور على إتمامها حتى لا يتعرض الفصيل إلى الانقراض حيث أنه يوجد حوالي 8000 بجعة موت فقط حتى الآن ويخشى الكثيرين لحاقهم بفصيل الديناصورات